احنا عندنا دلوقتي 25 مليون شخص مهددين بالمجاعة والناس بتخشى انه تيجي مجاعة زي ما كانوا بيقولوا مجاعة سنة ستة المشهورة يعني وانه أطفال خلاص 19 مليون طفل مفيش مدارس مستشفيات خرجت من الخدمة كوليرا أو بيئة خطورة هذا على شعب السودان وخطورة ده على دول الجوار مع النزوح هو ده الكلام المفيد جدا والسؤال ده سؤال يعني بشكر حضرتك جدا انك سألتين خطورة هذا على الموقف على دول الجوار اللي هو احنا أولهم أولا السودان منهارة تماما بنية تحتها تدمرت مستشفيات تدمرت مدارس متدمرها أصبح السودان ما فيهاش أي حاجة دلوقتي خالص تصلح لأي شيء ليه؟ قوات الدعم السريع احتلت كل المرافق اللي موجودة داخل السودان ده جزء الجزء التاني ودي برضو حركة أنا بعتبرها حركة شب حركة صهيونية من الدعم السريع كونك تحتل كل المرافق اللي موجودة وتحتل البيوت طب ما هو الجيش السوداني وعمره ما هيعرف يحارب يحارب وده توجيه أنا بعتقد توجيه صهيوني بحت خلتبها لحضرتك طب تأثير هذا الكلام على الجوار وخصوصا مصر يعني أنا بعتبر أن ما يحدث في السودان الآن هو تهديدا للأمن القوم المصري مباشر احنا النهاردة كان الدول الأفريقية دي كلها كانت بتاخد من عندنا يعني كنا بنديهم سلع كتير جدا وكان سوق مفتوح في أفريقيا كلها طبعا النهاردة كل ده تقفل الحاجة التانية الجيش السوداني هو امتداد طبيعي للجيش المصري طب كانوا فيهم الأيام جيش واحد كانوا فيهم الأيام جيش واحد وبالتالي احنا أكتر ناس مهددين من ناحية الجنوب لازم ناخد بالنا من الحتة دي كويس جدا لأن السودان الحالة المتردية اللي فيها حتأثر علينا كمصريين